وفي آخر جولتنا الإخبارية ننقل لكم تطورات الصحية لصاحبة السعادة الإعلامية والفنان القديرة إسعد يونس واللي أجرت عملية جراحية لتغير المفصل بالجانب الأيمن من منطقة الحوض بعد سقوطها على درج منزلها وكان قد تفاعل النجوم والوسط الفني مع هذا الخبر داعين لها بدوام الصحة والعافية وإحنا كمان من منبر سيدتي ندعو لك بالصحة والعافية وما تشوفي شر يعني الفنان إسعاد يونس تاريخ طويل في الفن والكتابة والإنتاج وقدمت صراحة يعني مع الله يرحم سهر البابلي كده ثنائي جميل جدا في بكيزة وزغلول لو تحبه أو تعرفيه وكثير ناس يمكن يحبه وخصوصا لما جاءت تقدم برامل وقدمتها بطريقة مختلفة جدا جذبت الكبير والصغير بهذه الروح الجميلة وخفة الدم والعفوية واللي سبحان الله لقد إقبال كبير وقبول كبير لدى الناس نحن بالتأكيد نتمنى لها الصحة والسلامة والعودة إلى الشاشة أكيد يعني كلنا عارفين أن الفنانة والإعلامية إسعاد من قيمة وقامة إعلامية كبيرة أكيد في تفاعل معها كثير من الفنانين مثل إحلام شريهان تامر عاشور والكثير من الوسط الفني المصري والعربي نتمنى لها إن شاء الله تقوم بالسلامة وبصحة وعافية